الحسة الثانية حسة السمعة وده لنا بتسمع والودن لها مقياس والأذن الخارجية بتجمع الصوت وتدخله لغاية أعضاء الأذن الداخلية والإنسان يفهمه والأذن مرتبطة بالكلام نرى مشهد الأذن أو حسة السمعة المضيئة في مقابلة المسيح فجر القيامة مع مريم المجدلية مريم المجدلية كانت إنسانة غنية سرية ولكنها احتلت من قبل سبعة شياطين فصارت حياتها خاربة وعندما تقابلت مع السيد المسيح أخرج منها هذه الشياطين السبعة فصارت إنسانة فاضلة وتبعت المسيح وظلت في تبعية المسيح وفي وفاء شديد له فقد أنقذها من أتعاب الشياطين وظلت مع المسيح حتى الصليب وحتى الدفن وفي فجر الأحد ذهبت إلى القبر وهي باكية صور واحدة كده عمالة تبكي بقالها ثلاثة أيام عنيها مليانة بالدموع مشاعرها متعبة جدا ذهبت إلى القبر وهي مش عارفة تعمل إيه ذهبت عشان تشوفوا المسيح تحل في القبر دخلت لأت القبر فاضي وسألوها الملايكة هون أنت بتبكي ليه؟ قالت لهم أخذوا سيدي مش عارف حطوه فين وبعدين يظهر لها المسيح كل ده دخل القبر يظهر لها المسيح مش قادر تميزه من دموحها الشديدة وبعدين الدموع يعني حست العين هنا وقفة شوية من كسرة الدموع ولكن عندما استمعت إلى صوت اسمها بفم المسيح استيقظت فيها هذه الحسة المضيئة ودنها صحيت انتبهت وعندما استمعت إلى اسمها اسمها بس يا مريم لفت رأسها تجاه الصوت وسمعت وشافت وقالت على المسيح قالت تعبير اليهودي يا معلم باليهودية ربوني زي كلمة رب العلم وانتبهت للمسيح وأرجوك أن تتخيل هذه اللحظة ماذا حدث في أذن مريم المجدلية عندما استمعت إلى صوت اسمها وامتلكت هذه الحسة المضيئة وانتبهت واستيقظت وفرحت حتى إنها ما كانتش مصدقة نفسها فحاولت تقرب للمسيح وتمسكه مش مصدقة الحسة المضيئة تجعلك تستجيب وتستمع لصوت الله في العهد القديم ربما تتذكرون معي سموئيل النبي وهو طفل صغير عندما كان يناديها الله فكان هذا الطفل الصغير مش فاهم فرح لمعلمه الكاهن قال له في صوت كده أعمل إيه فالكاهن كان فاهم فقال له ساعة ما يجي لك الصدة تقول إيه تكلم يا رب لأن عبدك سامع ودنك حضرة أذنك سمعة الأذن التي تسمع طبعا أحيانا بنقابل واحد يقول لك فلان ده ودنه من طين ودنه من عجين وأحيان بالله يا إنسان يقول لك أنا وداني عشرة على العشرة أنا ودني بتسمع دبة النملة ربنا يخلي لك ودنك لكن يا ترى بتسمع الوصية يا ترى بالطيع الوصية يا ترى عندك حسة السمع المضيئة دالله يشتاق أيضا إلى أن يسمعنا ويرى وجهنا في سفر النشيد يقول كده أسمعيني صوتك وأريني وجهك يكلم النفس البشرية ليه لأن صوتك لطيف ووجهك جميل دالله اللي بيكلم كل نفس فينا أسمعيني صوتك أريني وجهك في كل مرة أيها الحبيب تأقف وتصلي الله يشتاق أن يسمع صوتك يشتاق أن يرى وجهك في كل مرة يا وأنت بتشتاق برضو بتشتاق بعنيك وبتشتاق بودانك ونقوله كده عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلى هنا النور الحقيقي فلتشرق فينا الحواس المضيئة وأنت بتصلي دلوقتي وتحتفل بالقيامة قل له يا ربي اعطيني حسة السمعة المضيئة اللي بتسمع وصيتك اللي بتسمع أقل حاجة بتقولها لي اللي بتسمع كلمتك اديني يا ربي هذه الحسة المضيئة ديني برأتني اللي بتسمع اللي بتسمع